تطبيق مميز جدا لتدوين وترتيب الملاحظات الخاصة بيك على الويندوز والماك وكمان على الايفون والايباد تطبيق اللي بنتكلم عنه النهاردة هو نوت بوكس كل التفاصيل الخاصة بالتطبيق أسيبها لكم تحت في الديسكريبشن بس ننسوش تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل الجرس وتشاركونا برايكم تحت في التعليهات السلام عليكم معكم محمود عمران وأهلا بيكم في فيديو جديد خلينا نروح على موقع نوت بوكس ونشوف كل التفاصيل الخاصة بالتطبيق ده أول حاجة هتلاحظها أن التطبيق هو نوت بوكس write plan organize achieve تطبيق متاح على البي سي وعلى الماك وكمان على الايفون وعلى الايباد تقدر تضغط على download من هنا وتنزل نسخة الماك وتستخدمها كمان عندك هنا نسخة الويندوز فممكن تجرب التطبيق بدون أي مشاكل من خلال نسخة الموقع ولكن نسخة المتجر المتاحة على الاب ستور فهي مدفوعة بالكامل سواء نسخة الايفون أو الايباد أو نسخة الماك خلينا دلوقتي نفتح تطبيق نوت بوكس ونشوف كل التفاصيل الخاصة بالتطبيق ده أول حاجة هتلاقي وجهة جميلة جدا وبسيطة هتضغط على علامة الزي دي هتقدر من هنا أنك تعمل new book new book هعمل لك هنا فولدر خاص بالنوتس بتاعتك هنضغط على new book ممكن نعمل هنا مثلا تست خلاص كده بيعندك book يعني فولدر بداخل فولدر أنت لو عايز تعمل فولدر يعني بدون الفولدرات دي فهتيجي هنا وتضغط على new folder وتتأكد أن أنت موجود على الهوم تضغط new folder بعد كده new book وتسمي مثلا البوك ده تست مثلا بالشكل ده خلاص كده بقى فولدر رئيسي أما لو قفت على أي فولدر من الفولدرات دي وضغطت هنا هيعمل لك فولدر بداخل فولدر عندك كمان هنا في الاعدادات أن انت تقدر تعمل مزامنة بين النوتس الموجودة عندك على نسخة الماك مع النوتس الموجودة على الايفون والايباد عن طريق السيرفر المتاح على الويب داف هتضغط على start note box server وهتضيف البيانات دي على نسخة الايفون بعد كده هيعمل مزامنة بين النسختين ودي طبعا حاجة ممتازة عندك كمان لو انت هتكتب نوتس باللغة العربية من اليمين لليسار ما تنساش تفعل ال-ltr وال-rtl الكتابة من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين حسب اللغة ودي طبعا مهمة جدا وعندك هنا تفضيلات خاصة بالفونت وحجم الخط وكل الكلام ده تقدر تتحكم في كل الحاجات دي أنا عملت تجربة بسيطة ولكن مميزة جدا عملت فولدر سميته my notes الفولدر ده ضفت فيه فيديو وكمان ضفت فيه صورة وضفت فيه كمان مقطع صوتي وكمان ضفت html ملف html وكمان ضفت ملف markdown وكمان ضفت كتاب pdf قلت هشوف تطبيق نوتبوكس هيعرض لكل الحاجات دي بسلاسة ولا لا فده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة أول حاجة لو ضغطنا هنا على الفولدر ده وبعد كده تقدر تعمل move to trash تحزفه وتقدر هنا تضيف ألوان للفولدر ده تقدر تشوف مكان الفولدر ده موجود فين تقدر تعمل create ebook pdf عندك ناري نيم ووضبلي كيت عندك حاجات كتيرة متاحة تقدر تعمل تعمله فورت لفولدر ده وكمان أي نوتس من النوتس دي تقدر تضغط هنا عليها وتضفها لي الفورت أو تعمل لها بتطلع هنا فوق في العناصر المثبتة هنضغط click main وهنروح على show and finder هتلاقي هنا ان انا عامل فولدر لو انت عاوز تضيف فولدرات تقدر تعمل برضو من هنا نيو فولدر وتعمل مثلا هنا ايه الفولدر ده تسميه مثلا وليكن تست تو بالشكل ده فتقدر هنا تعمل عدد مالة نهاية من الفولدرات الفولدر ده انا طفت فيه مجموعة من الملفات صورة ومقطع فيديو وكمان هنا mp3 وكمان html وكمان markdown وكمان pdf وقلت اجرب اشوف هل نوت بوكس هيقدر يعرض للملفات دي والحقيقة النتيجة كانت صادمة لان بالنسبة لي كان عرض الفيديو شيء مميز جدا خلينا ننقل الصورة دي هنا الفيديو بشتغل معانا بدون اي مشاكل وكأنك مشغل media player عندك كمان الصور بيعرضها لك بكل جودتها عندك هنا كمان مشغل الصوتي تضغط هنا وتقدر تتحكم فيه تشغيل الصوت دي منتهى السلاسة ودي حاجة ممتازة عندك هنا ملف html تقدر من خلاله انه يعرض لك صفحات الويب فيه اضافة على الكروم اسمها single file اضافة single file بتحفظ لك صفحات الويب كتلة واحدة في ملف html فالملف ده تقدر تضيفه هنا على النوت بوكس واعرض لك الملف ده بدون اي مشاكل وبكواليتي عالية جدا عندك كمان هنا المارك داون بيجيب لك المارك داون لو انت بتستخدم obsidian تقدر تحفظ صفحات الويب عن طريق مارك داون خصوصا المقالات فالتطبيق هنا بيعرضها لك بشكل يعني ممتاز جدا هو بس محتاج يعني يضيف دعم الكتابة من اليميل اليسار في البريفيو في العرض بتاع المقالات بتاعت المارك داون وكمان هنا البي دي اف بتقدر يعرض لك البي دي اف بكل جودته تقدر تتصفحه وتقرأه بدون اي مشاكل ودي حاجة ممتازة جدا كمان لو ضغطت على علامة الزائد من هنا هتلاقي عندك هنا new book task list formatted document clintics to mark daون وquick node لو ضغطت على اي واحدة من دول هيفتح لك هنا مكان تقدر تكتب فيه الملاحظات الخاصة بيك وكمان عندك هنا اضافات تقدر هنا تخلي الكلام في السنتر او من ناحية اليمين وتقدر هنا كمان تختار الخطوط وكل حاجة صراحة يعني محرك كتابة زي الورد والدوكس بتاعت جوجل حاجة صراحة ممتازة جدا وكل الحاجات دي بتكون محفوظة في الفولدر اللي انت اخترته تطبيق مميز جدا وسهل جدا جدا وتقدر تعمل مزامنة للفولدر اللي انت ضايف في الحاجات دي لو دخلنا هنا على الفايندر وروحنا على document ودخلنا على الفولدر الخاص بالنود بوكس اي فولدر من دول تقدر تعمله مزامنة ممكن تعمل مزامنة للفولدر ده نفسه وتضيفه عندك على بيكلاود او كوفر او اي خدمة تخزين سحابي بتعمل مزامنة للماك او للويندوز فتقدر تعمل مزامنة اي حاجة تضفه هنا على طول تتحفظ بشكل كلاود على المساحة الخاصة بيك او على الحساب الخاص بيك للتخزين السحابي تطبيق مميز جدا سيب لكم كل الروابط تحت في الديسكريبشن لا تنسوش تعمل لايك الفيديو ده واشتراك في القناة وتفعه على الجرس وتشاركونا بلايك متحت في التعليقات كان معكم محمود عمران ونتقابل في فيديو جديد تحياتي سلام